برضو نقطة شائكة وفي كتير من الناس بتلجأ لها وبيفتكروا ان الموضوع ده بيعملوه هو موضوع يعني شطارة منهم انه هو قادر انه يعمل كده بيضحك على البل اللي بيلجأ للشغل بشكل غير قانوني او الشغل الاسود كنا بنقول تأثير ده السلبي على موضوع الجنسي طب لو تمسك ولو ما تمسكش مش عارف هو حظه لو ما تمسكش فهو حظه حلو طبعا ما لاش تأثير اما لو تمسك دي مشكلة كبيرة ومشكلة كبيرة للطرفين للي مشغله وللي شغال يعني لو واحد صاحب مكان ومشغل واحد عنده والشخص ده تمسك وجي كنترول وتمسك ان هو شغال بالاسود الشخص اللي مشغله بالتأكيد ده بيعكل الجنسية والشخص التاني اللي شغال بالاسود اكيد كمان بيعكل الجنسية لان بالنسبة لنمسا يكون قضيعة الطرفين او طبعا للاتنين بتكون مشكلة على الاتنين يعني لو هو اللي مقدم سواء كان صاحب العمل او كده هتبقى اجراءات سلبية بالنسبة للطرفين لو كان هما موجودين برضو في حاجة من بعض الحاجات اللي حصل او بعض الاستثناءات اللي بتحصل احيانا بنسمع ان في استثناءات لاشخاص معينين بيكون في استثناء في المدة وكمان يمكن يكون في الطلبات هل الموضوع ده فعلا حقيقي؟ في بعض الحالات يعني دلوقتي مثلا في حالة هي حصلت عندنا كتير في الفترة اللي فاتت في المكتب على البي اينس بعد ست احنا احنا قلين بالبي اينس عشر سنين للي معهم لجوء عشان ما نعيدش الكلام تاني تمام ففينا ياس ممكن على البي اينس بعد ست سنين تحصل على الجنسية واذا مستوفيها بقى الشروط اذا كانت شغالة في الكوادر الطبية يعني طبيب ممرض اللي هما بيكونوا كرانكين بفليجة اللي هما بيصعدوا المرضى بس لازم يكون شغال المجال الصحب بشكل عام بس لازم يكون داخل المجال لان في حد سألني مجرد ان هو مثلا شغال في المستشفى بس شغال مثلا في الستوراند لا ده ما يعتبرش في الكادر الطبي لازم يكون فعلا جواك كوادر الطبية لازم يكون داخل كوادر الطبية وبرضو مش هقدر اقول دلوقتي كل الناس اللي شغالة في الكوادر الطبية تمام خلاص ومعاكل بي اينس قدم احنا بنقول دي فيها استثناء حلقة خاصة فلازم نفحص الورق انا ما قدرش اقوله دولتي خاصة مية بالمية هتاخد لازم افحص الورق وشوفه شغال المدة قد ايه بيعمل ايه بالزبط وبناء عليها بنكر